السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي انا جاية اتكلم معاكم بالنسبة للموضوع بتاع الفلوس اللي انا كنت خدت رأيكم فيه الحمد لله يا حبايب قلبي النهاردة اتلاقيت صاحبة الفلوس جاية لي وانا عملت زي ما انت قلتولي انا كنت قلت لشيخ الجامع يزيع في الجامع يوم الجمعة وفعلا حصل وزاع والمهم الموضوع ايه بقى الموضوع ان فيه ست مش من بلدنا من جنب بلدنا بلد تانية بس مجوزة بنتها عندنا هنا في البلد فكانت جاية بنتها تزورها فالمهم كانت زي ما بتحكيلي يعني بتقول ماسكة شنط وحاجة بين حاجة جايبها لبنتها فالمهم البك واقع منها قبل ما توصل بيت بنتها فالمهم بتحكيلي على كلامها يعني بتقول قعدت قعدت عندي بنتي وانا ايما ماشية بسألها بقولها البك بتاعي فين قالت لها يا ماما مش عارفة قالت لها ازاي بنت كان في ايدي المهم بتقول اكتشفت ساعتها ساعة ما قمت روح من عندي بنتي ان البك مش معاي بتقول قعدت الفه في الطريق طول ما انا ماشية ما لقتوش المهم بتقول رحنا على المحطة الفة على العربية اللي انا كنت ركبة فيها ان انا يكون وقع مني في العربية وانا جاي او كده المهم السواء اللي هي حاجة انا سواء وبقى في كل محطة شوية بركب ناس وبنزل ناس لو البك كمان وقع عندي في العربية الله اعلم المهم يا حبايب قلبي بتقول لفاك كتير يا بنتي من كم يوم النهاردة النهاردة يا حبايب قال بيستبت الكلام ده كان من يوم الحد اللي فات يعني بقاله خمس ست ايام المهم المهم يا بنات بتقول قعدت الف كتير يا بنتي وزهقت وتعيبت بقالك كم يوم نايمة عينة بسبب الفلوس المهم بتقول جيت يوم الجمعة تلاقيت بنتي بتتصل اما انا بقى قلت لشيخ الجامع وندف الجامع قلت لها الحق يا ماما ده هما بيزوع عندنا في البلد ان هما لقيين فلوس وكده قالت لها طيب يا بنتي روح حتيهم وكده اقول لهم قالت لها ما انفعش لازم انت اللي تيجي وتقولي الامارة اللي في قلب البك ايه وبك كان في ايه انا برضو مهما اوصف مش هقول اللي اللي في قلب البك بالزبط زيك انت المهم الكلام ده كان يوم الجمعة يا حبايبي اه تاني يوم بقى النهاردة اللي هو السبت اتلقيت اه اه جرس الناس برن علي بقول لي بنتي افتحي اه فتحنا قتل انا ستة كبيرة قالت اه سلام عليكم تلها تاعي حاجة تفضل سلام ورحمة الله قالت يا حبيبة قلبي انت اللي لقيت البك بتاعي الناس بقى دلتها علي وعالبيتك من انا انا قلت الناس كتير وزعت في الجامع وكده ان انا لقي حاجة واللي اللي يسأل على بك ضيع منه ييجي وجيب لي امارة شكله وفي قلبه ايه وفيه فلوس برضو كام وكده المهم قلت لها ايوة يا حبيبة اتفضلت علي حاجة اتفضلي قالت معلش يا بنتي حتلي البك هو بتاعي ومش عالف او ده قلت لها معلش حاجة ما ينفعش ان انا قدهولك كده على طول اه اتفضلت علي يا ام طلعت تفضلي المهم طلعت وقعدت اه قلت لها دي امانة وده حاجة نلاقيها وتعتبر امانة عندي والامانة يا حاجة اللي اللي يصنها فما اقدر شدها لك لما تقولولي وصفتها بالزبط اللون ايه البك وفي قلبه ايه بالزبط وساعتها اقدر ادهولك يا حكا عشان دي تعتبر امانة وامانة بينه وبين ربنا ان دي حاجة انا الاتالة لازم اردها لصحابه فالمهم بقى قعدت وصدقوني يا بنات ان بقى اتعايت وهي بتحكيلي يعني وحزينة على فلوسها وكده ان انا كنت عايز اعايت معها قالت لي يا بنتي الفلوس ديا انا انا كنت راحة اسددها اقصاد حاجات جايبها البنتي الست دي جوزها متوفي يا بنات ومعاها بنتين ومعاها ولد وجوزها متوفي ومجوزها بنتها بقولك عندنا هنا في البلد هي مش من بلدنا بصراحة ومعرفهاش يعني المهم بتقول زي ما قلت لكم كان اجياء البنتها وكده والبك واقع منها وكده المهم بتقول انا جوزت بنتي يا حبيبتي وجايبها حاجات اقصاد من محلات وكده وكل شهر مطلوب مني 3000 جنيه بقوم اسددهم المهم المبلغ اللي كان موجود في البك ايه يا بنات انا ورقكو 2000 جنيه بس هما كانوا بقى ايه 2600 بس انا مرضتش ايه اظهر الفلوس كلها زررت بس 2000 والحلق بقى اللي كان موجود يا حبيب قلبي ده كان دهب بتاع بنتها حبيبتي الصغيرة كانت راحة ايه يا بنات كانت راحة تبيع الحلق عشان تكمل الثلاث تلاف بتاع اللقصات بتاع الحاجة بتاع بنتها اللي هي جايبها من المحلات المهم ما قلت لها يا حاجة ويعني انت اكتشفت ان هو راح منك البك ازاي قالت يا حبيبتي بعد ما حستش اللي وانا عندي بنتي بعد ما اقعدت واقعدت اقتر من ثلاث اربع ساعات وانا جاي اقوم روح اكتشفت ان البك مش معاي والله قاعدت اتحك مع وتاع حبيبتي يعني انت مش قادرة تكملي الثلاث تلاف واخد حلق بنتك الصغيرة عشان تكملي الثلاث تلاف عشان تصدق اللقصات يوم يروحوا منك واخدت الضرب دي حقاعدت تتحك بقت بتتحك وبطعي وتقول لي يا حبيبتي ربنا يكرمك في اولادك ده انا من يومها وانا نايمة عبانة ومزج وحش وزعلانة على الفلوس لان ربنا الاعلم انا جبتهم ازاي وقصات وفلوس علي قلت لها يا ستة ربنا يعينك يا حجة المهم جت يا بنات تطلع 200 جناعة عايزة اعطوهم لابن الصغير قلت لها لا اي حجة والله ما تحصل تقول عشان خاطري ده حاجة عايزة افرح بها انت فرحتون ان انت لقتولي الفلوس وانا عايزة برضو افرحكم باي حاجة بسيط قلت لها لاقي حبيبة قلبي فرحتنا اللي انت عايزة تفرح عنا كنت ساعتها يا بنات مجهزة الغد قلت لها تتغدي معايا انا واولادي وادعيلي بس دعوة خير ادعيلي ربنا يباركلي في اولاده واحفظهم ودي تبقى احلى فرحة واحلى حاجة انت قدمتها انها يا حاجة المهم قاعدت معانا وقالت معلش مش هقدر اعد وكده المهم صممت قاعدت تتغدت معايا وزي ما قلت لكم قالت لي وصفات البك واللي في قلبه وحكت لي قصة البك واخدته وقلت لها الف سلامة حبيبة قلبي وبقت ماشية تدعيلي يبصهم الفلوس في جنب ودوعها ليا في جنب تان خالص والاولادي يعني الحمد لله يا حباب قلبي انا كنت سعيدة بجد انا ما حستش ان انا سعيدة اما تلاقيت الفلوس زي ما كنت سعيدة ان انا تلاقيت صاحبتهم واخدتهم بقت تبص فيها كاني من غير والله ما عرفها قاعدت تبص فيها وبقت ممصودة تقولي حبتي ربنا يكرمك في اولادك قلت لا تحشي حبيبة قلبي ربنا يعينك حبيبة قلبي على مصاعب الحياة يا رب والحمد لله يا حباب قلبي واخيرا والبك رجاء الاصحاب واشكركم يا حباب قلبي كل اللي ساعدني وقال لي يا موني لا ما تديش البك لأي حد سيبيه معاكي انا كنت فعلا هراح اديه لشيخ الجامع فالحمد لله ان انا سمعت كلامكم وما ادتوش لأي حد اي نعم هو فضل معايا ست ايام بس الحمد لله ان صاحبته رجعت في الاخر والمشكلة كمان يا بنات ان هي مش من البلد يعني من بره البلد فلله الحمد ان صاحبته ظهرت واخدته وربنا يا حبيبي يقدنعنا بالحلال ويكفينا شر بتاع الناس يا حبيبي قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته